هل تمد التكنولوجيا يدلعون للسياسة الأمريكية؟ هذا ما تأمله حفنة من الشركات الناشئة العاملة على إقامة جدار افتراضي لمراقبة الحدود الأمريكية مع المكسيك التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لعزلها عبر جدار كلفته مليارات الدولارات وتشارك كوانيرجي في معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس الملتقى السنوي الكبير للأطراف العاملة في قطاع التكنولوجيا وهي من بين شركات قليلة تعمل على التكنولوجيا لدراء المستخدمة في تطوير المركبات الذاتية القيادة كأداة لمراقبة الحدود وتاليا لمكافحة الهجرة غير القانونية نظامنا الذي يعمل على تقنية الليزر يرصد الضوء ليلة نهارا وفي كل ظروف المناخية وهو يفعل ذلك من دون حاجة لجدار فعلي وتعمل شركة ناشئة أمريكية أخرى هي أندرويل على تقنية متصلة بمراقبة الحدود وهو موضوع ذو حساسية كبيرة لدى شركات التكنولوجيا التي تميل عادة أكثر إلى الديمقراطيين وتفضل عموما البقاء على الحياد أو التكتم إذا استخدام قوات الأمن أو الحكومات لتقنياتها ترجمة نانسي قنقر